اشفى امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عاهد الوهادنة ارسال الوزارة ما يقارب 300 الف رسالة نصية لطلبات الثانوية العامة لتعريفهم بواقع التخصصات الركدة والمشبعة والتخصصات المطلوبة في القطاعين العام والخاص ودول الخليج واوضح الوهادنة في تصريح صحفي ان رسائل المبعوثة للطلبة تأتي ضمن خطتها الارشادية والتوجيه وتضمنات الرابط الخاص بالموقع وكيفية اختيار التخصص مشيرا ان الهدف توجيه الطلبة واولياء امورهم بطريقة علمية ومنهجية لاختيار تخصص المستقبل